اشتركوا في القناة واتلوا عليهم نبأ نوحي إذ قال لقومي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم قال لهم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي يعني فيكم وتذكيري بآيات الله أقوم فيكم وأدعوكم إلى الله فعل الله توكل ثم قال لهم أجمع أمركم اجتمعوا لا تختلفوا ولا تجتمعوا وحدكم اجتمعوا أنتم وشركائكم ثم لا تخفوا هذا الأمر أذهروه وأعلنوا قتلي ولا تنظروني إلى قدم اليوم تقتلونه استطاعوا قال على الله توكل حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم قالها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل في أحد حصل ما حصل في أحد في الحقيقة هذه ليست بهزيمة القاد العسكرين اليوم ابن القيم العلماء أقول هذه ليست بهزيمة سبعين رجل فعندما حصل ما حصل في أحد رجع الكفار إلى مكة أبو السفيان رضي الله عنه كان هذا الوقت على الكفار فلقي ركب جماعة من الناس يخرجوا إلى المدينة فقال لهم أبو السفيان إلى أن تذهبوا قالوا إلى المدينة قالوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن نعد العدة ونريد نأتي ونخضي على كل من في المدينة الذين قال لهم الناس أي الركب المسافرين إن الناس قريش والأحزاب قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر على الفور بالتجهز تجهز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى منطقة هنا قريب الميقات وقال لها حمراء الأسد حمراء النمل والله ما أدري يعني المهم من هذا المكان مكان يأتي الناس من مكة يعني الطريق أن يأتي أحد لم يأتي أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه إذا لابد تكون قولك عند الشدائد عند الشدة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله حسبنا الله ونعم الوكيل بعض العلماء يقول لو لم يرد في التوكل من فضل إلا أن الله قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال تكفي هذه الآية فضلا في التوكل فما بالك بآيات كثيرة في التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي ومن يتوكل على غير الله صلى الله عليه وسلم أخذ مفهوم يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكل عليه جميعا أنت ومن اتبعك معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكل عليه جميعا أنت ومن اتبعك معنى قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله فتوكلوا عليه جميعا أنتم من اتبعك